اشتركوا في القناة وحاجات زي كده ان شاء الله هنعمل فيديوهات مسلسلة لانواع السحر كل نوع سحر في فيديو مختص بزيته اعراض السحر اللي هو النوع اللي احنا هنتكلم فيه وكيفية النجاة منه وازاي نتعالج ازاي وازاي نحفظ على نفسنا وازاي ان احنا ما نقعش في السحر ده لو احنا سلام او حد خايف يصاب بهذا النوع من السحر يتفادى ازاي الكلام ده هنقوله في السلسلة القادمة وانواع المس وانواع الحسد والعين والنفس ده كله لأضرار شديدة على الانسان يعني امور تؤثر في الانسان الى المرض او الجنون او القتل او الموت يعني تشير على تعب ووهن وعذاب وعدم راحب في حياته ولكن ان شاء الله تعالى موجود في صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم العلاج وموجود برضو في صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم الوقاية العلاج الواقي من هذه الامور قبل ما اصاب قبل ما يحصل فيه اصابة ولكن اللي هو لا يدرك واصاب بهذا دي ده فيه برضو البرنامج العلاجي اللي هو ينجيه من الاصابة دي ويكون يكون في حالة شفاء تم باذن الله تعالى فهنعرض الامور دي ان شاء الله في فيديوهات تابعونا في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتكون سلسلة انا نزلت قبل كده فيديوهات على القناة ولكن بكلم مثلا عن حاجة معينة ولكن مش كل السلسلة ولكن هنعيد تاني الامر سلسلة لكل نوع انواع السحر سحر الربط سحر المرض سحر النزيف سحر التعطيل للزواج كده سحر التفريق حاجة كده كل حاجة هنقول نوحها وكيفية الاعراض بتاعتها ايه وكيفية النجام بتاعتها ايه طيب حد خايف من كده هنقوله ان شاء الله والعلاج موجود بازيلة وصدالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاهم من الامور دي كلها يحذر كل انسان اذا كان مصاب او غير مصاب ان هو يعرض نفسه على شخص مشعوذ او ساحر المشعوذ او ساحر مهما كان الامر فقد ضر نفسه وازى نفسه يعني انسان لا يعرض نفسه لحد زي كده اذا كان سليم هيتأزى برضو ويكون فيه اصابة ويصاب بمكروه نفسي مبدئيا وبعد كده هيكون بدني واللي بيكون مصاب هيزاد اصابة ممكن يشعر ببعض الراحة لبعض الشيء ودي نظام امور مستلق السامع والجن وحاجات زي تعامل السحر مع الجن وحاجات زي كده فبيدي الامور صايلين كده بيقول له اهدى كده شوية عشان نعرف ناكل عيش خلاص بيديه حاجة هدوء ولكن بيرجع الحالة بترجع اي حد مصاب يتحرق قبل العلاج مين المعالج وكيفية المعالجة بتاعته ازاي يعني واحد ما ممكن يقوله يا شيخ ده في واحد كان بيقرأ قرآن بس كيفية فيها شعوزة طب واحد يا شيخ كان بيقرأ قرآن بس فيه تمتمة وإيه وتعزيم وحاجات زي كده من الداخل لان برضو للعلم السحر علشان يحضر الجن لازم يقرأ آيات قرآن في آيات قرآن بيحضر عليها الجن يبقى أصبح هنا بيحضروا بالآيات ويبدأ يتمتم معاه علشان يزبطك فاتخلي بالك وتخلي بالك إن شاء الله أهم حاجة نتحفظوا وتحفظوا على نفسكو من العرض على المعالج والتحري من المعالج كيفية المعالجة ازاي بيعالجة ازاي ده مهم جدا ما تعرضوش نفسكو على كده لكن لو حد مش لاقي خالص يكفي البرنامج اللي هبعته إن شاء الله على في التعليق إن شاء الله في الوصف هبقى في برنامج علاجي والرخيات اللي عايزة الرقية بيعملها أو أي حد يكون قريب منه ومش معالج حاجة بقولك نعلمه إزاي يرقي عادي وإن شاء الله هعمل لكم فيديو متخصص كيفية الرقية إزاي بينعالج وكيفية بالأداء الفعلي أنا هقرأ وهورديكم المعالجة هتكون إزاي رغم أن أنا عملت قبل كده فيديو شبه لذلك أهم حاجة طبعونا إن شاء الله في الأيام اللي جاية إن شاء الله في فيديوهات ستسلة متصلة في أعراض الأمراض الروحانية كلها بس أهم حاجة اللي شاهد الفيديو أشكرك وتنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان إن شاء الله يجيلك كل جديد عن الأمراض الروحانية والإصابات وحاجات لأن بحاجات بتصهر جديدة بمسميات جديدة ولكن العلاج موجود إن شاء الله في صيدة نبي صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته